متابعيني جميعاً على قناة إنفو تيك فور يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة أوبين إي آي فجأتنا بتاريخ 12 سبتمبر 2024 بسلسلة جديدة وهي أوبين إي آي أو وان وهذه السلسلة مخصصة لحل المشاكل الصعبة أو الكمبلكس تاسكس من فترة صغيرة جداً كنا بنتكلم عن جي بي تي فايف اللي احنا مستنينه أو جي بي تي ناكست المدرب من خلال ستروبري إي آي موديل وكان الكل منتظر استخدام جي بي تي فايف أو جي بي تي ناكست ولكن فجأنا بهذا التحديث الجديد وسلسلة جديدة خالص أسقطت فيها شركة أوبين إي آي كلمة جي بي تي وبالتالي أصبح الموديل الجديد أو السلسلة الجديدة هي أوبين إي آي أو وان وكمان في أوبين إي آي ميني أو OpenAI-01 أعتقد أنه جاء بعد إعلان عن Reflection 70B Reflection 70B اللي هو بيفكر Like Human أو زي البشر وكنت اكلمت عنه من قبل وقدرته على التفكير والاستجابة كما البشر هنا OpenAI-01 مميزته فين أو هتكون في إيه زي ما شركة OpenAI بتقول هتكون مسته في التفكير قبل الاستجابة يعني هيفكر قبل ما يجاوب وبالذات في حل المهام المعقدة واللي حيضر يستفيد قوي بـ OpenAI-01 هذه السلسلة الناس اللي بتتعامل مع رياضيات وبتتعامل مع الكودنج وكان جالي سؤال من أحد المتابعين بيقول لي إيه أفضل نموذج يمكن أستخدمه في الكودنج الكتير بيقول إن Cloth 3.5 Sonnet هو الأفضل وبالفعل Cloth 3.5 Sonnet هو الأفضل من حيثه الكودنج ولكن هنا OpenAI-01 هيغير الموضوع تماماً لأن إنت لما تخش على الرابط اللي حطولك في الوصف أسفل الفيديو حدقت تعرف إزاي OpenAI-01 بيشتغل وبيعمل وأيضاً هو لمين بالضبط أو مين يقدر يستخدمه ليقدر يستخدمه الناس اللي بتتعامل مع المشكلات المعقدة في العلوم والترميز هنا المقصود بها الكودنج والرياضيات والمجالات الممثلة وبالتالي هيكون استخدامه فعال جداً من قبل الباحثين طلبة الماجستير والدكتورات وأيضاً الطلبة اللي بتتعامل معها الرياضيات الناس اللي بتشتغل في مكان الترميز أو الكودنج كل دول حيستفيدوا من OpenAI-01 والجميل الناس اللي عندها شات جي بيتي بلس أو تيمز حتقدرناها تستخدموا فلو أنت دلوقتي عندك أكاونت ما فتفوع على OpenAI حيبتدي أنه هو يظهر معاك OpenAI-01 Preview وتبتدي أن أنت تستخدمه في نموذج أصغر وهو نموذج OpenAI-01 Mini وهو بيتفوق في التعليمات البرمجية الناس اللي بتكلمني عن الكودنج وأفضل موديل في مجال كتابة الكود وتصحيحها بدقة حالياً نكون أكثر يعني دقة وتصحيحها بدقة وده حيكون أكتر كفاءة للمطورين هو OpenAI-01 Mini على حسب OpenAI ما بتقول حيكون أسرع وأرخص من النموذج اللي هو O-1 وهيكون قوي وفعال من حيث التكلفة وهنا بيوريك إزاي حتستخدم OpenAI-01 من المفترض لو أنت في النسخة المدفوعة حيبتدي أنه هو يظهر معاك هزهر معاك O-1 Preview و O-1 Mini O-1 Preview حيكون للـ Advanced Reasoning الأسئلة اللي هي المنطقية المتقدمة شوية والـ O-1 Mini Faster هيكون أسرع شوية يا ترى OpenAI الجديد بتاعها هل هتسقط GPT كلمة GPT مش حيبقى فيه GPT 5 GPT Next ده اللي هنعرفه الفترة الجاية خصوصا أنها بعد ما مش أعلنت هي خلاص بقى بشكل عملي هو دلوقتي موجود OpenAI-01 و OpenAI-01 Mini زي ما أنتوا شايفين لو أنت عندك أكاونت هو لسه على البلايجراوند عندي ما ظهرش لو دخلت على شات بلايجراوند هو لسه مش موجود أو مفتوح ولكن أتمنى أنتوا تجربوه أو لللي جربوا يقولي رأيه فيه إيه نحاول الفترة الجاية إن شاء الله أن نحن نشوف كده مدى كفقته والريفيوز عنه بتقول إيه ونشوف OpenAI حتجي بإيه تاني أو الجديد بتاحها تاني وإحنا في الانتظار وأتمنى لو أنت ظهر عندك وجربته تقولي رأيك في التعليقات دي كانت معلومة على السريع والجديد مع OpenAI أشوفهم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو منساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ولكنتم متابعين الأعزائيين لا تنساش لايك وشير والكومنت دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته